السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسم الآلة 55-56 إذن المراحضة هو أن هذا الدرس هذا عندكم ما مقدمينه مزيان مقارنة مع الكتوب الأخرين المختار في اللغة العربية أو مرشيدي هذا الأساسي دارو نعقص مهم بسبل الدرس مجملا أنه اسم الآلة وهو واحد اسم يدل على الآلة التي تم بها هذا الفعل الأوزان كان هناك ربعة ربعة الأوزان كان مفعال بحل محرات كان مفعال بحل مبرد مفعالات مجرافات مفعالات غسالات تلاجات هذا هو الأوزان القياسية التي ستعود عليها تقدر بها اسم الآلة وكذلك هي آلات اللي ما عندهم مش أوزان بحل مثلا فأس سكين برميل هادو آلات ما عندهم ماشي مفعال ماشي مفعال ماشي مفعالات ماشي فعالات هادو أوزان قد تسمو سماية أما الأوزان اللي قلنا مفعال مفعالة وهذا قياسية هادو هذا الجدول مفعال محرات لماذا؟ لأنه توليتي متصرف متعدن يعني نقول حارات الفلاح الأرض يحتاج إلى المفعول بلاد السمية متعدن عدنا مفعال؟ أرى هادو مفعالات عدنا مفعال وہا ركزون أخوة هنا محرسون رباعي متصرف هو محرسون رباعي متصرف ركزون تقفيع الهارسة سترى هادو محرسون محرسون dio محرسون على وزن مفعالة مبراة على وزن مفعال تدير الأوزان إلا لك لا يستحل تدير السماعي هنا عدنا حلالة أو مثلا نشوف أوزن السماعية التحت ليه غير قياسية سيف إزميل سكين ساطور رمح دوات خنجر خنجر قادوس قادوم فأسنادو اسم آلة ولكن ما عنداش الأوزان ليش فينا فعال مفعالة مفعال مفعالة مفعالة إذن بدون مباشر اسم آلة هو اسم مسوغ يؤتبي لدى نقلق مرجع الدرس ديان عند الاخرين را كيني المباشر را نحتم قبل هالدرس هذا فلي عندي في القناة لو بغيتوا تشوفوا الأمثلة اللي عند الكتوب الأخرين رازوين حسن من هذا إلا أن نمشي ونجاوبه قادم هنا فعلا مشي تنتمي كلمة المناجين اللي شفنا في النص الشعري إلى حق الفلاح منجل يعني كي يستعمل الفلاح وكي تستعمل قادم إيتي بما تعرف من أسماء الآلان أخرى التي تنتمي نفس الحقل قادم نخدم مثلا شكو يستعمل مثلا في الفلاحة المحرات حصادة بذارة معصارة الحال بمثلا معصارة ومجرفة ندرنا على وزن مفعلات كل ما يريد يقول لك عصارة ويقول جرافة ممكن ممكن بجوجه صحح سيقوم في كتب معصارة وفي كتب أخرى عصارة على المعصارة هنا يستعمل معصارة مثلا زيتون التي تنتمي في الفلاح مثلا معصارة والزيتون ومجرفة التي أجرف فيها الأرض والأشجار وبقايا الأشياء. إذا نمشيوا دبا غنشدوا هاد الأسماء هادو غنديروهم فهل جدون. لك أذكر وزن كل اسم اسم قياسي يعني شن القياسي. ما نقول قلنا مفعال مفعالة مفعال فعالة وبين سبب ورد نحن نحاوله هنقول الكلمة وزنها فعلها السبب ناخد محرات مفعال مفعال على وزن فعلها حارة هنا السبب كما يشن في الجدول الأول. الشي لك الجدول الأول يدرنا في الفيديو ده بدرنا في الجدول دير بحالة لك الجدول وهنا رأسك. تدير فعل تولاتي متصرف متعدين تزيد متعدين حصادة على وزن فعالة حصادة فعل تولاتي متعدين متصرف. هذه اللولة ديروا لها متعدين متصرف مش مشكلة. بضارة فعالة بضارة يعني نقول البودور توضع البودور في التراب فعل تولاتي متعدين متصرف كما سكلون هذا لا اعصارة مع جرافة قلنا لبقيت تديران على وزن فعالة مع صارة جرافة أو نديران حل درنا على وزني مفعالتون بشيء اللي عندنا هاد هاد الوزن ما عندنا هش صفين. آآ 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 مشاركا خربت دوم كلمة اللي لقيتحل عاقين في الفلاحة حاولنا تلقيت تشريل شي اسم آخر اسم آل اخر زيدون تعالوا الصلوا على رسول الله.